ضمن إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس تمكنت قوات مجلس منبج العسكري من إحباط محاولة تسلل لعناصر الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي على قرى بريف منبج الشمالي شمال شرق سوريا المركز الإعلامي لقوات مجلس منبج العسكري أكد عبر بيان إصافة عدد من عناصر لواء الدرع الفورات الإرهابي حاولوا التسلل إلى أطراف قرية أم عدسة في ساعات الصباح الأولى وسط اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور خطوط التماس في المنطقة البيان أضاف أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفاعي وصاروخي من قاعدة الياشي للتابعة للاحتلال التركي على نقاط مجلس منبج العسكري ومناطق في قرى أم عدسة والدندنية وتل علي في المنطقة وتأتي عملية التسلل هذه بعد أيام من عملية نوعية نفذتها قوات مجلس الباب العسكري ضد قواعد ونقاط الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية في قرية الياشيلي والتي أسفرت عن مقتل 12 جندياً للاحتلال وعشرة عناصر من الفصائل الإرهابية التابعة له وإصابة آخرين بجروح إضافة لتدمير عدد من المدرعات والآليات العسكرية هذا وتتعرض قرى منبج الشمالية والغربية المحاذية للمناطق المحتلة من سوريا لعمليات قصف يومية تنطلق من قواعد الاحتلال الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين في تلك المناطق